السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين يا رب اكونوا بخير في الايام استبقى اللي فاتت دي كنت نزلت اكتر من طريقة لتثبيت نسخة ويندوز 11 اربعة واشرين اتش تو على اي جهاز كمبيوتر مدعوم او غير مدعوم بس كان في بعض من المتابعين بيقولوا ان الويندوز اللي حضرتك ما استلته كان القيمة بتاع كليك يمين موجودة بالشكل الاديني زي ما حراك شايف كده مفيش اللي هي القيمة الجديدة بتاع ويندوز 11 اربعة واشرين اتش تو طيب هم كانوا طالبين ان احنا نعمل اه القيمة بتاع كليك يمين اه للقيمة الحديثة بتاع ويندوز اه حداشر طيب هنعمل ده مع بعض ازاي كل انت هتعمله هتاخد الرابط اللي انا ان شاء الله هتركه ليك في قلب صندوق الوصف الخاص بالفيديو وتفتح المتصفح الخاص بيك وتيجي في خانة البحس اللي فوق دي تضع الرابط لصق وبعد كده تضغط على انتر من لوحة المفاتيح وتنتظر لحديث ما الرابط يفتح معك. يفتح معي بصورة دي هنبدأ ننزل ده بسيطة جدا هترجع اللي هي قيمة كليك يمين للشكل الحديث بتاع اه ويندوز حداشر او ترجع مرة تانية للشكل الكلاسيك يعني حضرتك زي ما انت عايز فانا كل اللي هعملوا هضغط هنا على داول لود هنتظر طبعا لما صفحة داول لود تزهر معي لحظات بسيطة زي ما حضرتك شايف كده بدأت عملية الداول لود هبدأ اضغط على بدء التحميل تمام الملف ملف صغير جدا تم تحميله بنجاح هبدأ اعمل له عملية اغلاق بعد ما حملت الملف جبته على سطح المكتب هتلاقيه ملف مضغوط بالصورة اللي حضرتك شايفة دي هبدأ اقف عليه اعمل كليك يمين وابدا اعمل له عملية استخراج فوق الضغط عن الملف تمام كده واتهركن بقى الملف المضغوط هبدأ اروح ليه الملف اللي انا فكيت الضغط عنه هبدأ افتح الملف هبدأ افتح الملف اللي بعده تمام لو انا حابب ان انا اقبر اه العرض لحضرتك شوية عشان تشوفه خليه مسلا باستورة ديت هبدأ اقف على الملف ده واضغط اتنين كليك زي ما حارب شايف كده هتبدأ تظهر معي الايكونة ديت او شكل البرنامج ده بصد قبل ما شغل البرنامج ههر لحضرتك شكل قيمة كليك زي ما حارب شايف كده دي الشكل العديم بتاع قيمة كليك طيب في واحد عايز يخلي الشكل ده يتحول للشكل الجديد بتاع ويندوز آآ حداشر طيب هنعمل ايه نبدأ نضغط على اللي هو الخيار ده كن بتفعيل نمط قائمة السياق الافتراضي اللي هو الشكل الحديث بتاعك قيمة كليك في ويندوز حداشر كل اللي هعمله هضغط عليها تمام لحظة بسيطة هنتظر هبدأ اقفع الملف مرة تانية هعمل كليك يمين زي ما حارب شايف كده رجعنا للشكل الحديث بتاع كليك يمين الموجود في ويندوز حداشر ومن طال بساطة طيب لو حضرتك حابب ان انت ترجع مرة تانية للشكل الكلاسيكي كل اللي انت تعمله هتختار الخيار الاول ده تضغط عليه كليك تضغط تقول له نعم تمام وتنتظر لحظة بسيطة تمام وتبدأ تعمل كليك يمين هتلاقي حضرتك رجعت للشكل الكلاسيكي العديم بتاع كليك يمين طيب لو فرضنا ان حضرتك وينت بتعمل الخيار ده الموضوع ما استجابش معك هتضغط هنا على عادي التشغيل هتلاقي الخيار رجع زي ما كان زي ما حارب شايف كده انا جبتها تاني كلاسيك طيب ممكن ارجعها اللي هو الشكل الافتراضي اللي هو الشكل الجديد بتاع ويندوز حداشر هبدأ اعمل كليك يمين تمام هتلاقي الشكل الجديد بتاع ويندوز حداشر اداية خطيرة جدا بتاتلعب زي ما حدرك شايف كده بشكل قايمة كليك يمين ما بين الشكل الكلاسيكي والشكل الحديث بتاع ويندوز حداشر اه طبعا انا حبيت اشارككم المعلومة ديت عشان نستفيد كلنا طبعا بكده الفيديو بتاع النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد بس سلام عليكم ورحمة الله وبركاته